ماريان خوري والآن رحبوا معي بالأستاذة ماريان خوري على المسرح لإلقاء الكلمة مساء الخير جميعاً أنا برضو نفسي أقول الغائب الحاضر يوسف شهين حينبسط أنه يلاقي لي هنا النهاردة مديرة فنية للدورة تسادسة المهرجان الجونة أنا بفتخر بشدة أن أنا انضميت للفريق ده فريق عظيم جداً عمل حاجات جمدة جداً في الدورات السابقة على رأسهم الأستاذ انتشال التميمي كان دايماً برنامج حافل جداً والسنة دي تحديداً في برنامج للجونة حوالي 80 فيلم في أقسام الأفلام الروائية الطويلة الوسائقية القصيرة منهم طبعاً عنوين كبيرة جداً مثل تشريح سقوط لجوستين تخيي الذي كانت الصعفة الزهبية في كاين في الدب الزهبي لبرلين لنيكولا فليبير على عندي أدامنت في وداعا جوليا أكتر فيلم منال إعجاب السنادي الفيلم السوداني لمحمد كردوفاني أنا سعيدة جدا بالدورة دي في برنامج خاص لجين بيركن هنعرض لها أربع أفلام في فيلم من إخراجها وأفلام عملتها عنها أنياس فردا وفيلم لجاك دويون في برنامج خاص للسينما السودانية أفلام مرممة جواهر زي ما سمناها عظيمة جدا أفلام ندرة تم ترميمها من أرسنل وهتتعرض في الجونة طبعا الجونة معروف للمنصة منصة الجونة التي تشمل المنطلق الذي دايما يبقى عليه قبال شديد جدا السنادي المنطلق تقدم له 160 مشروع وتم اختيار 20 مشروع منهم تقريبا 13 في مرحلة التطوير وسبعة في مرحلة ما بعد مش كده يا أستاذ أحمد شوقي ما بعد الانتاج وفي طبعا دي منصة عظيمة جدا لأن الجوائز ممكن توصل لـ 250 ألف دولار فعليها إقبال شديد جدا إضافة إلى الجسر طبعا في مواضيع وحوارات مع النجوم مع الأستاذ مروان حامد اللي موجود معنا مع مواضيع شائكة جدا عن الإنتاليجنس وتحديات التغيير المناخي والسينما المستقلة وطبعا أهم موضوع اللي هي السينما المصرية الآن وإلى أين أعتقد أنه سيبقى حلقة نقاش مهمة جدا تحصل في الجونة خاصة أن الجونة السنة في مبادرة جديدة اللي هي السوق وأعتقد أن السوق ده سيبقى حلقة تشبيك مهمة جدا موجودة بين كل الصناع الناس المعروفة والناس الشباب اللي بيبتدي فدي حتبقى هب مهم جدا للنقاش وإن شاء الله يلاقوا طريقة أنهم ينتجوا أفلامهم خاصة بالنسبة للسينما المستقلة في مبادرة جديدة مهمة جدا اتعاملة السنادي اللي هي خاصة بالشباب اللي هي سمناها سيني جونة إمرج حيتم دعوة مجموعة كبيرة جدا من الشباب والشابات للجونة للاشتراك اللي أولا يشوفوا الأفلام البرنامج القوي جدا اللي معمول السنادي ويشتركوا في الفعاليات الحوارات والورش السنادي برضو متنظمة في الجونة فيه اهتمام شديد بالجمهور السنادي مش بس أولا جمهور الجونة نحن النهاردة عرفت أنه فيه 22 ألف ساكن في الجونة عايزين منهم 10 مئة بس ده مش هيبقى صعوبة بطيق لي بالتجربة بتاعتنا في زي جذب الجمهور برضو الناس اللي هم محبين للسينما أنهم يروحوا الجونة وفيه مبادرة جديدة جدا اللي هو تعاون المهرجان الجودة مع زاوية حيبقى فيه نسخة مصغرة من المهرجان حتتعرض في زاوية في القاهرة للجمهور بتاع زاوية اللي بقاله تقريبا عشر سنين دلوقتي وما يقدرش يروح الجونة بس برضو عايزة زود حاجة السنادي بوجودي في عدد نساء كتير جدا كمخرجات موجود في البرنامج لا يقل عن 35 أسم ما تتخضوش قوي بس دول في الأفلام الروائية في الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة في لجان التحكيم أتمنى لكم دورة سعيدة جدا وشكرا للاستماع شكرا